السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي السنن والكنوز الخمسة للأذان نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الأذان عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من أذن ثنتين عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة وفي رواية وأجره مثل أجر كل من صلى معه يعني لو واحد بيأذن في الحرم وكان بيصلي خلف الإمام في اليوم ده ثلاثة أربعة خمسة مليون فالمؤذن له أجر كل من يصلي في الحرم اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن هناك سنن وكنوز خمسة للأذان إيه هما؟ تعالوا نشوفهم مع بعض أول حاجة ترديد الأذان خلف المؤذن يقول الله أكبر نقول وراء الله أكبر كل ما يقول حاجة نقول زاهة إلا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والحديث رواه الإمام مسلم إلا عند قول لا حول ولا قوة إلا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وذلك لما ثبت عند البخاري عن معاوية ابن أبي صفيان رضي الله عنهما أنه لما سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم أو هكذا سمعت نبيكم يقول صلى الله عليه وسلم يبقى أول حاجة أن احنا نردد الأذان خلف المؤذن ده الكنز الأول أو السنة الأولى رقم اثنين أن احنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم تفيد التعقيب والتراخي التعقيب مع التراخي يعني إيه يعني مش بعد الأذان مباشرة لأم أيين في الماكرافون اللهم صلي وسلم وبارك لا أبدا مش كده إنما بعدما ندعو الدعاء اللي بعد الأذان مباشرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة بأول حاجة نردد خلف المؤذن إلا عند قول حي على الصلاة حي على الفلح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا انتهى المؤذن من الأذان وقلنا الدعاء الذي بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة إلى آخر الدعاء ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثالثة والكنز الثالث بعد الأذان أن نسعب الله عز وجل منزلة الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم الجنة درجات فأعلى درجة في الجنة على الإطلاق درجة اسمها الوسيلة درجة مخصوصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذا جاء في نفس الحديث الذي هو مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة يبقى نسأل المولى عز وجل آتي محمدا الوسيلة تمام فلما ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله الوسيلة تحل لنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يبدئة الكنز الثالث من كنوز الأذان الكنز الرابع أن ننطق بشهادة التوحيد وذلك لما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن يعني بعدما المؤذن يخلص أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه الله أكبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة وده آخر سنة وآخر كنز من كنوز الأذان أن ندعو الله بما نشاء فالدعاء مستجاب بين الأذان وبين الإقامة الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب وذلك لما ورد أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن رجل قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا يعني المؤذنين أحسن مننا إنهم اللي بيأذنوا فقال لهم صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني ردت خلف المؤذن تاخذ نفس الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى فإذا انتهيت فسل تعطى يعني إذا انتهى المؤذن من الأذان وانت رددت خلف المؤذن فأي دعاء ستدعو به فالدعاء مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى دي كانت السنن والكنوز الخمسة التي تكون بعد الأذان أو أثناء الأذان أول كنز أول حاجة ترديد الأذان خلف المؤذن تاني حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة نسأل الله الوسيلة للنبي رابع حاجة ننطق بشهادة التوحيد خامس حاجة ندعو بما نشاء أسأل الله جل وعلا أن يجمعن وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته